بسم الله وبسم الامل وما دام الامل من الحياة فباسم الحياة وما دامت الحياة من الروح فباسم الروح وما دامت الروح من عند الله فباسم الله الرحمن الرحيم الاخر والاخوات الافاضل فيديو جديد من قناتي كل جديد حول العالم اتحدث عن الامل الامل هو اهم عنصر من عناصر الحياة فهو يبعث الفرح والطمأنينة في النفوس يحفزنا على الصمود والمصابرة وعدم الاستسلام يبعدنا عن الكسل والكآبة والاحباط ليس هناك كلمة اجمل من كلمة الامل فكلمة الامل هي التي تبعث الامل في النفوس الامل هو النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها الا انها تفتح افاقا واسعة في الحياة لنتذكر جميعا ان الامل شيء جيد والاشياء الجيدة لا تموت ابدا لو لا الامل ما عاش مظلوم كما ان هناك اشخاص هم الامل في حد ذاته زي الشخصية اللي معنا في القصة اللي هحكيها لحضراتكم زي ما احنا شايفين كده في الصورة كانت فتاة مريضة على فراش الموت وتقترب كثيرا من الموت كان عندها يأس من كل حاجة وكان عندها يأس ان هي هتشفى من مرضها كان لها اخت كبيرة كانت دايما قاعدة جنبها بتواسيها وبتحفزها والاخت الكبيرة دي كانت الامل في حد ذاته بالنسبة للاخت المريضة الاخت المريضة كانت دايما تنظر غرفتها في فصل الخريف والاوراق بتتساقط فكانت بتقول لاختها انا عندي شعور ان حياتي مرتبطة بالشجرة اللي امام المنزل واوراقها لما بتتساقط كل يوم بيتساقط اوراق جديدة وان صحتها بتستنزف اكتر مع تساقط الاوراق وعندها ايحاء غريب انها لا محالة هتموت فحاولت اختها تعطيها الامل والثقة في النفس فكل ما كان الاوراق تتساقط اكتر البنت المريضة تشعر ان الموت يقترب اكتر واكتر اختها تحاول تحفزها وتقول لها دايما يكون عندنا امل والامل في الله اقوى من اي شيء والله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء خلينا نكون اقوياء في الاخر لما البنت المريضة قالت لها انا عندي شعور اني خلاص بموت قالت لها اختها الكبيرة خلاص طالما انت حس بكده يبقى خلاص لازم نعيش وننطلق ونفرح ونمرح الاخت المريضة قالت لها عندي شعور اني اخر ورقة من ورق الشجرة هيكون هي معاها حياتي وهكون خلاص ميتة كل ما تنظر المريضة للشجرة تجد الاوراق تتساقط اكتر الى ان وصل ورقة واحدة فقط هي الموجودة على الشجرة كل ما تنظر لها اختها الكبيرة تديها الامل اكتر بتقول لها لسه في امل تمسك بالامل طالما الورقة لم تسقط وطالما الورقة لم تسقط اذا ان شاء الله ربنا هيكتب لك الشفاء كل ما كانت البنت تنظر للورقة الموجودة على الشجرة عزمتها اصبحت في زيادة مستمرة بدأت تأخذ دواها وعلاجها بدأت يبقى عندها حافز اكتر للعلاج اكتر من السابق كل ما تنظر وتجد الورقة موجودة تشعر ان هناك امل الى ان وصلت لمرحلة العلاج يعني كان له تأثير ايجابي جدا عليها وبدأت تتعافى وتوصل يعني تصل الى الشفاء واول حاجة عملتها راحت عند الشجرة تشوف الورقة التي لم تسقط الورقة الورقة اللي ما سقطتش دي هي عبارة عن ايه؟ وجدت ان الورقة هي مش ورقة شجر دي ورقة شجر بلاستيك اختها ربطتها في الشجرة علشان تعطيها ايحاء بالامل وان الامل ما زال موجود لانها كانت متخيلة ان لو اخر ورقة سقطت من الشجرة هتموت فحبت اختها تديها الامل والايحاء ان الامل دائما موجود ربطت لها ورقة شجر في الشجرة علشان تديها الامل وتزرع في نفسها الامل الى ان شفيت تماما وكان اخر حاجة تتوقعها انها تكون ورقة شجر شعرة الاخت بقد ايه اختها طاقة كبيرة جدا من الامل ومن الشعور الجيد اللي هو بيعطي حافز كبير جدا علشان كده بنقول لبعضنا لازم يكون عندنا امل في الحياة كل واحد عنده امل لازم يسعى اليه لكل شاب والكل فتاة والكل سيدة والكل رجل لازم يفضل الامل موجود في نفسنا باستمرار اجتهد اكيد هتلاقي اجتهد هتوصل للنجاح طول ما عندك الامل انك توصل لازم في النهاية هتوصل يا شباب مفيش حاجة بتيجي بسهولة لازم نشتغل ولازم نتعامل بالامل لازم يكون عندنا امل في النجاح والامل في الله قبل كل شيء اننا لازم هننجح وباذن الله هنوصل الى النجاح الموضوع كان مهم جدا وموضوع محفز وضروري جدا اتمنى يا رب الكل يتمسك بالامل وخصوصا في فترة الشباب اتمنى الجميع التوفيق ان شاء الله واترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة